كابتن ولا سامع أخيراً الكابتن محمود الخطيف كلامه مع اللعبة والجهز الفاني في راضي فضي كان محور حديثه عن عيلة النادي الأهلي وروح عيلة النادي الأهلي هو ده اللي دايماً بيujم مع النادي الأهلي خلي بالك Moore كابتن آيمن يعني الخسارة وردة في الكورى 你ynen، أنت النهاردة بتلعب الكورة ونت بتكسب وتتعادل بتخصى لكن جمهور النادي الأهلي تعود دايماً على المكسب او الجيل اللي قبلى الجيل دو تعود اللعايبي على المكسب فخلاص الجمهور بمتشبع دايما بالمكسب إن أنا عايز كل مباراة يكسب فيها النادي الأهل حتى لو بلعب بطل العالم أو بطل أوروبا أو بيرميونيخ فعايز أكسب لما بتخسر بتزعل وده طبيعي لكن النهاردة ساعات الخسارة بتصحح لك الطريق ممكن أكون ماشي في طريق وأنا بكسب فيه عندي أخطاء مش ظهرة فالنهاردة لما الخسارة بتيجي في وقت مناسب أنا لسه في دور المجموعات في بداية دور المجموعات ده شي مهم جدا إن أنا أعد المصار مرة أخرى قبل فواتي الأوان فالنهاردة إنت لما بتكسب المريخ بتيجي مباراة خارج ملعبك والنهاردة لما بتلعب خارج ملعبك النهاردة إنت بتدي رسالة للفرق التانية في أسلوب لعبي في قوتي خارج الملعب إن الفريق اللي بيأخذ بطولة بيبدأ من خارج ملعبه مش من ملعبه وده اللي إحنا عملناه السنة اللي فاتت أمام الهلال السوداني أمام سانداونز برا أمام الوداد علشان كده قلنا البطولة بتاعة الناد الأهلي الحمد لله ناد الأهلي عنده سكواد فرقة محترمة جدا عنده الناس اللي قاعدة برا على الدكة وده نجاح الفريق زي المستوى الناس اللي موجودة في الملعب وده شفناه وإنت بتاخد دوتوط أفريقيا شفناه وإنت بتحقق كاس العالم البرونزية الإنجاز المتحققش من 2006 إنت بتحققوا بالجيل ده إنه يقدر يحط اسمه في تاريخ الناد الأهلي فالنهاردة خلي بالك في فريق ممكن تلاقيه قايم على لاعب أو اتنين لما بيغيبوا عن التيم الدنيا بتتأثر تخيل أنت المماراة اللي فاتت غايب عنك لعبة أساسية عندك طاهر عندك علي معلول أنا مش عايز يعني أنسى حسين الشحات حسين الشحات من العناصر الأساسية عندك آيمن أشرف خلي بقى ده هو نازل في الآخر إنه هو ما كانش جاهز ما كانش بيتمر فأنت عندك عناصر أساسية النهاردة وليد سليمان وليد سليمان طبعا من الكوة الضربة من التغيير اللي بتنزلك تغيرك يعني المباراة في أي وقت مسبوع وصلاح محسن فأنت النهاردة لما بتتكلم في كل العناصر دي ومش موجودة بتقول برضو نادلها ليكسب بره وطمعين نادلها ليكسب بره فساعات دايما نحن نبصلها بالنحية الإيجابية ممكن يكون الخسارة في مباراة حافز ليك إنك تكامل خلي بالك السنة اللي فاتت كان فيه خسارة لنا كانت هدف إن احنا ناخد بطولة أفريقيا وناخد برونزيت كاس العلم كانت الخسارة مامي الزامنك ثلاثة واحد كان دور المجموعة للنجم الساحلي مش كهة في بطولة الدور آه في الدور آه تكلم عن الدور انت خلاص انت حسنت الدور لكن النهاردة خسارتك المباراة بدأت تتعدل مصارك في اتجاهات أخرى وحافز أكبر للعيبة علشان البطولة الجاي اللعيبة يعني خلينا نكون احنا كلنا لعيبة كورة اللعيبة بعد ما خدت طولة أفريقيا كاس مصر برونزيت كاس العلم تحس انهم كان لسه طيرين صح خلاص بقى يعني الخسارة دي هتخلي كل واحد رجليه تنزل على الأرض وتلمس الأرض صحي وتعرف أنا فين بقى صح دي طبيعة النفس البشرية صح عشان أبدأ أشتغل تاني لدوافع تانية وبطولات تانية أخرى مزبوطة كنت أسمى